سلام عليكم وههلا بيكم في فيديو جديد ازيكم شباب اخباركم ايه? ان شاء الله تكونوا بخير دائما يا رب. طبعا معرض سياس الفين اتنين وعشرين للتكنولوجيا ابتدى من يومين كده وبتدت معاك كل اخبار التكنولوجي الجديدة. وكانت شركة سوني من اكتر الشركات اللي قدمت مفاجآت على مستوى صناعة الشرات التلفزيون تحديدا وتكلمت في الفيديو اللي فات عن اول مفاجآة سوني اعلنت عنها هو استخدامها التكنولوجي في الاضاءة الخلفية في الشاشات بتاعتها فتقدر تتفرج على الفيديو من علامة الفوق او هساب لك الرابط بتاعه في اول تعليق. ولكن الفيديو ده هتكلم فيه عن تاني مفاجآة سوني اعلنت عنها في المعرض السنة دي وهي استخدامها التكنولوجي. وبكده تكون سوني اكدت الاخبار والتسريبات اللي اسمعنا عنها الفترة اللي فاتت وتكلمت عنها في فيديو قبل كده بخصوص ان هي هتاخد من شركة وتبتدي تستخدمها في الشاشات بتاعتها. ولو مش عارف تكنولوجي يعني ايه او هتفرق في ايه فخليني بسط لك الموضوع واقول لك ان هي بتستخدم نفس الشاشات اللي موجودة حاليا ولكن بالاضافة لفلتر من علشان يحسن جودة الالوان بتاعت الشاشة اللي هي كانت اصلا حلوة جدا فهو دلوقتي بيستخدم ده علشان يحسن جودة الالوان بدل الالوان التقليدي اللي كان بيستخدم في الشاشة يعني بمعنى تاني الشاشات اللي موجودة دلوقتي كان اسمها وحرف هنا كان بيرمز لكلمة او الضوء الابيض. ولما كنت تبص على بتاعت الشاشة دي تحت كنت بتلاقي كل متقسمة خضرة وحمراء وزرق او بيضة. البيكسل البيضة دي كانت وظيفتها ان هي بتعلي قوة الاضاء بتاعت الشاشة علشان تدي لها اعلى. لان الضوء الابيض اللي في دي في الاساس كان ما بين الضوء الازرق والضوء الاصفر مدمجين مع بعض جوة البانل بتاعت وبعد كده كانت دمج ما بين الضوء الابيض والاصفر دول بيعدوا على الفلتر بتاع الالوان علشان يبتدي يقسم الخضرة والحمراء والزرق. على عكس البانل بتاعت اللي بقت تستخدم ضوء ازرق بشكل مباشر ما بقيتش بتستخدم الضوء الاصفر. والضوء الازرق ده بيعدي على فلتر علشان يقسم النور بتاعها الاخضر واحمر وازرق على طول. ومبقتش محتاج للضوء الابيض في حاجة. والطريقة دي ليها اكتر من ميزة. اول حاجة ان هي بتخلي قوة الاضاءة بتاعت الشاشة اعلى من قبل كده. وبالاضافة كمان لقوة الاضاءة الاعلى اصبح الطفل لوني للالوان بتاعها اوسع من شاشات الاولد التقلدية. بمعنى ان الصورة اللي قدامك دلوقتي دي ده التدرج اللوني او كمية الالوان اللي بتقدر العين البشرية ان هي تلاحظها. والمسلس اللي جهو المساحة بتاعت الالوان دي ده بيتقال عليه الطفل لوني او ريك عشرين عشرين. والطفل لوني ده بتدعمه اغلب الشاشات الحديثة دلوقتي. وكل الالوان اللي جهوها المسلس ده واتدار انكن تتكونها عن طريق انك تخلى اي لون من التلات الوان الاساسية اللي في الاركام بتاعت المسلس. فالشاشات الاولد التقلدية كانت طفل لوني بتاعها زي ما انت شايف كده عند المربعات اللي باللون فهتلاقي ان التلات اركام بتوقع المسلس دول مش وصلين للتلات اركام بتوع المسلس الكبير. وده بيترجم ان الشاشة دي بتغطي الطفل لوني بنسبة مسلا تمانين في المية. ولكن مع الشاشات هتلاقي ان الاركان السودة دي قربت شوية من الاركان الاسية بتاعة المسلس. وده معناه ان الشاشات دي دلوقتي هتبتدي ان هي تغطي الطفل لوني بدرجة اكبر من التسعين في المية. وتكنولوجي دي سوني هتستخدمها في الموديل الجديد اللي هيكون اسمه اللي زي ما انت شايف بيجي بتصميم شكله مبهر جدا وشكله جاي من علام تاني شكله جاي من المستقبل فعلا. اللي بيجي بتصميم شكله مميز جدا اول مرة نشوف حاجة زي كده. ده هيكون لي وضعين مختلفين تقدر انك تخلي الشاشة ملاصقة للحائط او الشاشة بعيدة عن الحائط عن طريق انك تغير الوضع بتاع دوت. كمان الشاشة دي هتيجي بالمفاجأة التانية وهي والبريفيا كام دي مش هتكون مجرد ويب كام عادية لقد هيكون لها اكتر من وظيفة او انك يعني تتحكم في الشاشة عن طريق انك تشاور لها لو انت عايز مسلا تقلب القناة او تعلي وتوطي الصوت. فتقدر انك تتحرك قدام الشاشة بحركات معينة تعمل حركات معينة فتقلب لك القناة مسلا او تعلي لك وتوطي لك الصوت. ومع هيكون في حاجة تانية اسمها وهو هنا ان هو هيستخدم الكاميرا دي في انها تتطبع الحركة بتاعتك في وتبتدي ان هي دايما توجه الصوت ناحية المكان اللي انت قاعد فيه او ان هي تزبط الجودة بتاعت الصورة على حسب الزاوية اللي انت قاعد فيها. فبتبتدي الشاشة تبقى مطبع حركتك دايما عشان تزبط لك الصوت والصورة باحسن جودة ممكنة على حسب المكان اللي انت موجود فيه بالزبط. وهتقدر كمان تتحكم في الشاشة دي عن طريق استخدام الاوامر الصوتية بدون لان الشاشة دي فيها خاصية فاصبح عندك دلوقتي اكتر من وسيلة تتحكم فيها في الشاشة ده غير اللي بيجي فيه خاصية اللي تم تطويره السنة دي وقلله فيه عدد الزراير شوية كانوا حوالي تسعة واربعين زرار دلوقتي تقريبا بقى خمسة وعشرين زرار فبصراحة بقى عندك كمية امكانيات كبيرة جدا تخليك تتحكم في الشاشة دي بكل سهولة. بس دلوقتي يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان ما تفتكش الفيديوهات بتاعة تقطية معرض سي اس الفين اتنين وعشرين وتتعرف على كل الشاشات الجديدة اللي زهرت في المعرض. بالاضافة لكده كمان فطبعا الشاشة دي هتكون بالمعالج الجديد الكوجنيتف بروسيسور اكس ار اللي هو بيعتمد على الزكاة الادراكي او المعرفي والزكاة الادراكي او المعرفي ده بيعتبر اللي هو المرحلة الجديدة من الزكاة الصناعي للشاشات التلفزيون اللي بتعتمد على ان هي تعمل تحليل الصورة او اطار باطار وبتبتدي ان هي تجمع كمية معلومات كبيرة جدا عن الصورة وبتبتدي تعمل لها معالجة بشكل واقعي اكتر زي معينك بتشوف الصورة في الحياة الواقعية. وكمان الشاشة تيجي مزاودة بتكنولوجي والتيكنولوجي دي هي عبارة عن اللي كانت بتستخدمه السنة اللي فاتت في الشاشة فمازال برضو موجود معنا في الشاشة الجديدة السنة دي خمسة وتسعين دي وظيفتها ان هي بتعمل او يعني بتنشر الحرارة اللي خارجة من الشاشة بشكل احسن وبتعمل لها عملية تبريد بحيس ان الشاشة تقدر توصل اعلى اوقات اضاءة اعلى من غير ما يأثر على العمر الافتراضي للبانل او يعرض الشاشة لخطر احتراق او البيكسل بيرنين. وطبعا علشان تعيش تجربة مشاهدة سينمائية كاملة مع شاشة صورتها بالجودة دي فكان لازم يكون فيها افضل انظمة الصوت ولذلك سوني عملت فيها نظام الصوت اللي بيكون في عبارة عن محركات او جوة الشاشة بتخلي الشاشة نفسها اكنها سماعة ويبتدي الصوت تحسسك انه خارج من الشاشة نفسها مش الصوت انه جاي من جنب الشاشة او من ورا الشاشة لأ انت بتحس ان الشاشة نفسها هي السماعة او الصوت جاي من الشاشة نفسها. ونظام ده بيتكون من اتنين سبوفر واتنين سماعات بالاضافة للتويترز. اما على مستقل لعب الجيمز فلش دي طبعا بدقة ومعدل تحديد مية وعشرين وهيكون فيها مدخلين ولكن الجديد السندي ان كل هتكون بتدعم والايل اللي بشكل مباشر يعني مش هتحتاج تستنى او زي ما سوني عملت في السنين اللي قبل كده. ولكن علشان سوني لازم تبقى في حاجة نقصية دايما ومستنية لسوفت وير ابديت فالخاصية بتاعت الخاصة بالبريفيا كام دي اللي هتكون مستنية في خلال السنة دي. اما بالنسبة لماسات الشاشة دي فهتكون متوفرة بمقاسين فقط وهم الخمسة وخمسين والخمسة وستين بوصة. لان حتى الان لسه مش متوفر صناعة اكبر من المقاس بتاع خمسة وستين بوصة يعني حتى الشاشات بتاعت سامسونج اللي هتيجي فيها هتكون برضو مقاسة الخمسة وخمسة وستين بوصة. اما بالنسبة لسعر الشاشة دي فسوني لسه ما اعلنتش بشكل رسمي السعر بتاعها هيكون كام بالزبط ولكن متوقع ان هي هتقول الاسعار بتاعت الشاشات دي في خلال الشهور اللي جاية ولكن طبعا متوقع ان سعرها يكون غالي جدا ويعدي ستلاف دولار لمقاسة الخمسة وخمسين بوصة. اما بقيت الاخبار الجديدة عن الشاشات سوني الاولد السنة دي فهيكون لسه فيه موديلين هما والاية تمانين كي. وهم بيعتبروا البديل لموديل السنة اللي فاتت والاية تسعين جي. ولكن الاختلافات اللي حصلت على يوم السنة دي ان موديل تسعين كي هينزل بمقاسين بس وهم الاتنين واربعين بوصة والتمانية واربعين بوصة ولكن هيكون فيهم نفس اللي كانت موجودة في بتاعت السنة اللي فاتت علشان تبقى قوات الشاشة اعلى وقوات الاضاءة بتاعتها احسن وتحفز عليها من والاحتراق بتاع البيكسل وطبعا مقاسة الاتنين واربعين بوصة داية من المقاسات الجديدة الاول مرة نشوفها في الشاشات الاولد السنة دي وهيكون مميز قوي للناس اللي عايزة تستخدم الشاشة دي كمونيتور للبي سي. وعلى مستوى التصميم الخارجي للشاشة دي فهي طبعا بتيجي بتصميم شكله بريميوم ومبهر جدا زي ما تعودنا من شاشات سوني عموما والاستند بتاعها برضو هيجي يعني تقدر تستخدمه في الوضع المنخفض يا اما الوضع المرتفع لو انت عايز تحط ساوند بار او اي حاجة قدام الشاشة. وغير كده هيبقى فيها كل الحاجات المهمة زي دعم الاوامر الصوتية بدون استخدام الريموت كنترول او النظام الصوتي الاكويستك سرفس اوديو ولكن هتيجي من غير البرافيا كان بس تقدر تشتري البرافيا كان بعد كده بشكله منفصل لكن مش هتيجي في محتويات العلبة زي موديل فلو انت دلوقتي عايز تجيب بقى مقاس الخمسة وستين بوصة من شاشة قولد كويسة عند سوني هيبقى الحل الوحيد اللي قدامك هو انك تجيب لان الموديل ده هيكون متوفر بمقاسات خمسة وخمسين وخمسة وستين وسبعة وسبعين بوصة وهو طبعا الموديل عادي زي مش كيو دي قولد زي خمسة وتسعين والجديد في الموديل ده انه هيجي جديدة عن البانيل اللي كانت مستقدمة السنة اللي فاتت يعني هيجي مطورة شوية برضو علشان شدة الاضاءة بتاعتها تبقى احسن والالوان بتاعتها تبقى احسن يعني تقدر تسبته في تلاتة اتجاهات مختلفة سواء قريبين من بعض او بعيدة عن بعض او يعني بعيدة عن بعد ومرتفع شوية علشان لو قدامك او اي حاجة عايز تحطها قدام الشاشة ولكن هيجي بدون الموجودة في وطبعا بدون الموجودة مع دلوقتي تقدر تعرف على الجديدة من الفيديو اللي اللي يظهر لك هنا وفي النهاية يا ريت ما تنساش والشير ونتقبل بفيديو جديد ان شاء الله صحيح